أقرت 195 دولة مساء السبت اتفاقا تاريخيا غير مسبوك في باريس لمكافحة الاحتباس الحراري الذي تهدد تداعياته كوكب الأرض بكوارث مناخية وذلك بعد سنوات عدة من المفاوضات الشاقة أدعو مؤتمر المناخ لتبني القرار المسمى اتفاق باريس والمنصوصة في هذه الوثيقة أنظروا إلى هذه الغرفة أرى أن ردود الفعل إيجابية لقد تم تبني اتفاق باريس وآرب الرئيس الفلنسي بدوره عن فخره لتبني الاتفاق عندما يسألونكم عندما يسألونكم عن معنى حياتنا عن الإنجازات وعن أفعالنا سيكون في استطاعتنا أن نقول لهم أمورا وقصصا كثيرة غير أننا سنتذكر دائما أننا في الثاني عشر من كانون الأول ديسمبر 2015 كنا في باريس حيث أقر اتفاق المناخ ويمكنكم أن تشعروا بالفخر أمام أبنائكم وأحفادكم ويمكنكم أن تكون شعورين ويمكنكم أن تكون شعورين ويمكنكم أبنائكم بدوره رحب الرئيس الأمريكي من البيت الأبيض بإكرار اتفاق المناخ هذا الاتفاق يمثل أفضل فرصة لإنقاذ كوكبنا الوحيد لذا أعتقد أن هذه اللحظة تشكل نقطة تحول بالنسبة للعالم وللحد من تغير المناخ أقر الاتفاق الهدف الطموح جدا باحتواء ارتفاع درجة حرارة الأرض أدنى بكثير من درجتين مئويتين بل دعا إلى مواصلة الجهود للحد من ارتفاعها عند درجة ونصف الدرجة قياسا بما قبل عهد الصناعة وأصبحت المساعدة السنوية للدول النامية وقيمتها 100 مليار دولار بداية من العام 2020 فقط حدا أدنى وسيتم اقتراح هدف جديد أعلى في العام 2025 ويفترض أن يسرع هذا الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ في العام 2020 العمل لخفض استخدام الطاقة الأحفورية مثل النفط والفحم والغاز ويشجع على اللجوء إلى مصادر الطاقة المتجددة ويغير أساليب إدارة الغابات والأراضي الزراعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر